الحقيقة أنه مازالت تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بضلالها على العالم أجمع وتدعيات كتير جدا تدعيات كمان يمكن من أهمها العالم مشغول بيها فكرة السلع التموينية وسلاسل الإمداد وما إلى ذلك خلينا نتكلم عن مصر تحديدا في حلقة النهاردة أو في بداية حلقتنا النهاردة حقيقة مصر كان فيه شوية قلق أنه هنعمل إيه في الأمح لأنه طبعا مصر كانت بتستورد كميات كبيرة جدا من روسيا وأوكرانيا طبعا الأمح سلعة استراتيجية هي أنه الحكومة خرجت علينا وطمنتنا أنه عندنا مخزون استراتيجي كفينا لغاية أربع شهور وأنه الدولة كمان بتستهدف أنها تلم من المزارعين محصول أكبر فبالتالي خرجت الحقيقة أخبار إيجابية جدا جدا ومن أهمها أنه اللي يعني خلينا نبدأ معاكم بيها يومنا النهاردة أخبار تهم كل المزارعين الحياة مش المزارعين بس تهمنا إحنا كمان إيه الأخبار دي؟ الأخبار دي بتقول أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح حافظ توريد إضافي لسعر إردب الأمح المحلي للموسم الزراعي الحالي ده بطبيعة الحال هيشجع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة الحقيقة أنه ده هيستفيد منه عدد كبير جدا من المزارعين خاصة أن السنة دي متوقعين محصول يوصل لأعشر مليون طن بسبب زيادة طبعا المساحة اللي تزرعت بالأمح ده خلينا نبص كده للسنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان عندنا 3 مليون و 200 ألف فدان أمح السنة دي عندنا 3 مليون و 600 ألف فدان أمح يعني فيه زيادة 400 ألف فدان ده بكل تأكيد هيساعدنا كتير جدا في أننا نتخطى الأزمة التضخمية العالمية المرتبطة كمان بأسعار السلع الغذائية خاصة الأمح الحمد لله عندنا مخزون يكفينا لأربع شهور وكمان هيتضاف عليهم 10 مليون طن من المحصول الجديد دي أخبار تطمننا كمزارعين وتطمننا إحنا كمان كمواطنين حقيقة لو هنتكلم عن المزارعين كمان تحديدا المزارعين هيحصلوا على حوافز إضافية لتوريد الأمح ودي نقطة مهمة جدا مصر حقيقة زي ما دايما بنقول دايما فيه خطة استباقية بيحصل ظرف في العالم حتى لو مش متوقعينه الخطة الاستباقية لما بتكون سليمة وبيكون هدفها إن احنا نقدر نوفر احتياجاتنا الاستراتيجية ونقدر نعتمد على نفسنا بنلاقي إنها بتسعفنا في أوقات الأزمات اللي احنا حتى نبقاش متوقعينها يعني زودنا المزارعات المزروعة بالأمحيات الصمد حتى زودنا الصوامع وزودنا ساعتها التخزينية أعتقد مجهود كبير جدا بيحصل ودايما النظرة ثقبة في دايما التوفير كل اللي احنا محتاجينه خطة محكمة داي خليني يقف عند مصطلح كده تقال من السيد الرئيس في 2019 العافي محدش يقدر يأكل لقمته صحيح ليه؟ لأن عندنا قوة دولة شاملة بكل المعايير الخاصة بقى الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضا قدرت تخلي فيه شكل حقيقي للدولة دولة بتخطط في الاتجاه الصحيح يمكن جمعنا تكلمت على زيادة بتقدر بـ 400 ألف فدان في الأراضي الزراعية تحديدا و400 ألف فدان دول هم مزرعين أمح لكن لو أنا كده تخيلوا عندي 400 ألف فدان دول لكن ما عنديش صوامع علشان خاطر أقدر أخزن فيها زمان كنا بنخزن في شوان الشوان دي كان الفاقد بتاعها بيقدر بـ 15% يعني لو بنتكلم على 9 مليون طن أمح بنخسر فيهم تقريبا فاقد بيقدر بمليون طن أمح مليون الطن أمح ده بيساوي فلوس قد إيه؟ بيساوي 4.5 مليون مليار جنيه لو احنا كده بنتكلم على منظومة متكملة هي منظومة الصوامع الاستراتيجية ده اللي يعتبر مشروع من المشروعات القومية الكبرى اللي قامت بها الدولة بالتوازي مع زيادة الرقعة المزروعة من المحاصيل عشان نقدر نحقق نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي وهي دي النتيجة المتوقعة للمجهود اللي حصل من السنين اللي فاتت تحديدا ما كناش هنقدر اللي احنا نزود المساحة المزروعة دي من الأمح لو ما كانش عندنا أرض جديدة بيتم استصلحها بشكل حقيقي والحقيقة يعني ده مش مرتبب بس بالأمح لأده كمان مرتبب بمعظم السلع الغذائية والزراعية اللي نجحت الدولة في تحقيق فائد منها خلال السبع سنين اللي فاتوا زي مثلا الفكهة والخضروات والأرز والذرة البيضة والدواجن والألبان وغيرها من المشروعات القومية الكبرى اللي احنا شفناها كانت بتفتتع خلال السنين اللي فاتت وقدرنا الحمد لله اللي احنا نقترم من تحقيق الاكتفاء الذاتي في يعني هذه السلع أو هذه المحاصيل بالإضافة كمان للأسماك والمحاصيل السكرية والشعير كل دي منتجات لمشروعات زراعية كبيرة زي مشروع المليون ونص فدان زي مشروع مستقبل مصر الزراعي ده بيعزز الاستراتيجية الخاصة بالدولة في زيادة الرقعة الزراعية زي ما قلنا لحضراتكم خاصة أن كان يعني بيبقى ضمن مشروع زراعي عملاق وهو الدلتة الجديدة اللي يمكن هذا المشروع أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولى به اهتمام كبير لأنه بيستهدف زراعة 2.2 مليون فدان كل اللي حصل في قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في السنين اللي فات يعني بيدعو للفخر لأن احنا دلوقتي بنجمي ثماره علشان نتفادى التدعيات الاقتصادية اللي بتحصل دلوقتي في العالم كله أصبح الخير يعني موجود في العالم أو موجود في مصر تحديدا في ظل يمكن زي ما قالت جمانا فيه أزمة كبيرة الدول كلها بتعاني منها لكن بسبب الخطة المحكمة اللي حطيتها مصر كانت الخطة دي هي يعني الثمر اللي احنا بنجنيها النهر ده صحيح طبعا خاصة أن احنا كمان دخلين على شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين في أقل من الأسبوعين ودايما بيكون زيادة الإقبال على كل السلع فالحمد لله الحمد لله يعني احنا متطمنين لكن يبقى السلوك بس هنا نرشد لسه كنت أقولك نرشد الاستهلاك هنا أولا نرشد الاستهلاك ثانيا بلاش التجار بلاش جشع التجار احنا شايفين دلوقتي فيه أزمة عالمية يا هنعدي مع بعض يا هنقف مكاننا كلنا إنه حضرتك لما تغلي الأسعار هيبقى فيه ناس مش قادرة تشتري فما فيش أي حاجة هتحصل كل اللي هيحصل حضرتك هتزود الأزمة الناس هتتأذى أكتر وكمان حضرتك بالتالي هتتأذى بشكل كبير جدا فخلينا أولا نرشد استهلاك هنعدي مع بعض طبعا هنعدي مع بعض احنا شايفين فيه خطوات الحقيقة ثبتة ومهمة وكبيرة من قبل الحكومة المصرية والدولة المصرية لازم يكون لنا احنا كمان مسئولية مجتمعية إن كان من قبل المستهلك أو حتى من قبل التاجر اللي يعني خلينا نقول بيبقى عنده إلى حد ما في حرية في تحديد الأسعار خلينا برضو نوح على حاجة إن فكرة لو التاجر الخاص رفع سعر السلع السلع موجودة في كل المجمعات الاستهلاكية التابعة عليه الدولة بسعر يعني فعلا تم الحفاظ عليه بل بالعكس أحيانا بتكون الأسعار دي مخفضة وبجودة عالية لأنه فترة من الفترات خرج بعض الناس آه موجودة بس مش بنفس الجودة لا بنفس الجودة بس منافذ أمان التابعة لوزارة الدخل في عدد ومنافذ القوات المسلحة في كل محافظ مصر وفي كل أكورة وفي حتة كثيرة جدا حتى في المناطق فأنا نبقاش إلا أنا يعني عارف أنت خاضع لجشع التاجر ده وأقدر إلا أنا ألبي طموحاته في فكرة الله وبيفرض الله سألأ مش هشتري منك السلع وروح جمع ممكن هو ده اللي بيوازن الحقيقة ده فعلا بيوازن ويعني على أي حال مرة تانية يعني إن شاء الله إن شاء الله إحنا نقدر بنفسنا كده نعتمد على نفسنا في كل حاجة طول ما إحنا كلنا مدركين مسئوليتنا صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر